هنتكلم فيها عن مباراة من وجهة نظري في شطها الاول مباراة تاريخية للنادي الاهلي لكن في البداية اهم حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلامة في بداية الحلقة كده تعالوا بينا نستعرض اهم نقاط القوة والضعف في تشكيلة النادي الاهلي النهاردة اللي بدأ بيها اللقاء مارس الكولر النهاردة بدأ بحراسة المرمى محمد الشناوي اربعة في خط الظهر من اليميل الشمال خالي عبد الفتاح رامي ربيعة محمد عبد المنعم كريم فؤاد اكرم توفيق السلية مروان عطية سلاسي وسط الميدان وسلاسي امامي حسين الشحات وسامة ابو علي طاهر محمد طاهر من وجهة نظري اهم نقاط القوة والضعف النهاردة في النادي الاهلي هي برضو استمرار مارس الكولر لاستبعاد كريم الدبيس ومحمد الضوي كريستو في ظل الروتيشن اللي النادي الاهلي بيعمله طبعا لضغط المباريات المتتالي لضغط المباريات المتتالي على فكرة النادي الاهلي عنده عنده يوم الخميس الجاي ان شاء الله اربعة سبعة عنده الداخلية في الدوري ويوم الاثنين تمانية سبعة عنده طلاعي الجيش تاني ويوم الجمعة ان شاء الله تناشر سبعة عنده بيرامدز وبعد بيرامدز عنده فيوتشر يوم ستاشر سبعة وهيلعب النادي الاهلي التاني بقى في ظل الاثنين وتلاتين في كاس مصر هيلعب مع الالمونيوم يوم تسعتاشر سبعة ويلعب يوم اتنين وعشرين سبعة الجولة واحد وثلاتين مع بيرامدز والنادي الاهلي ويلعب يوم ستة وعشرين سبعة مع المصري ويلعب تسعة وعشرين سبعة مع سيراميقة ويلعب واحد تمانية مع البنك الاهلي ويلعب اربعة تمانية مع المقولون العرب ويلعب مع سموحة تمانية تمانية الجولة 24 مؤجلة يوم 8-8 ويوم 11-8 الجولة 25 مع نادي زد ويوم 14-8 هيلعب مع انبي الجولة 33 ويختتم النادي الاهلي بطولة الدوري يوم 17-8 مع نادي فيوتشار في الجولة 34 نرجع للنادي الاهلي النهاردة ونرجع لتشكيلة النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي لعب النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني مباراة كبيرة جدا مباراة رائعة زي ما قلنا النهاردة محمد الشناوي لم يختبر سوى في كرة واحدة شوطة من اللاعب المهاجم الافريقي لمهاجم طلاقع الجيش خالد عبد الفتاح بيقدم مباراة نوعا ما مباراة جيدة رام ربيعة ومحمد عبد المنعم لم يختبر على الاطلاط محمد عبد المنعم صاحب الهدف التالت للنادي الاهلي هدف رائع رائع كريم فؤاد مازال مستمر وبيقدم كريم فؤاد مستمر وبيقدم للنادي الاهلي يعني مباراة قوية في ظل غياب علي معلول وفي ظل استبعاد كريم الدبيس فمارس الكولر في ظل استبعاد كريم الدبيس مازال كريم فؤاد بيقدم مستويات رائعة رائعة من وجهة نظر اكرم توفيق او اكرم رجولة زي ما بتقول قول نهاردة اكرم توفيق فيه بيقدم مستويات سبتة مع النادي الاهلي بعد طبعا مكانه الجديد اللي تم توظيفه من كبه مارس الكولر زي ما انتم عارفين اكرم توفيق كان بيتوظف قبل الاصابة بتاعته في الباك اليمين لكن اكرم توفيق النهاردة مارس الكولر بيحطه في مكان جديد في وسط الملعب في مكانه المفضل بجوار مروانة عطية عمر السلية النهاردة ساحب الهدف التاني للنادي الاهلي من وجهة نظري عمر السلية في وسط ميدان النادي الاهلي في ظل الخبرة في ظل كل حاجة عمر السلية الحقيقة بيقدم مستويات ولا اروع طاهر محمد طاهر اللي انا مش عارفه فجأة تلاقيه علي اوي وفجأة ينزل اوي يعني الماتش اللي فات طاهر محمد طاهر كان سيء اوي اوي مفيش بعد كده الماتش ده طاهر محمد طاهر جايب الجوني الاولاني للنادي الاهلي ولكن ضيع انفراد كرة مش محتاجة قوة ده الفكرة يا جماعة بقى بين اللاعب الزكي واللاعب الغبي الكرة دي كان طاهر محمد طاهر ااسف في اللفظ كان غبي فيها لان هي مش محتاجة قوة قد ما هي محتاجة عقل يعني انت انفردت بالحارس والحارس داخل نايم اصلا حطها لب يعني انت لو حطتها لب من فوق الحارس كانت هتبقى حاجة كويسة جدا وكان هيبقى هدف رائع وكانت هيحسب لك في النقاء الهدف التاني لك النهاردة وسام ابو علي اللي انا شايفه مستوى متراجع كل كرة بيمسكها وسام ابو علي الحقيقة بتتقطع منه وانا شايف الخلافات اللي موجودة في النادي الاهلي حاليا بين مرسي الكولر وبين محمود عبد المنعم كهربا لازم يتم حلها لان النادي الاهلي ايه الحقيقة يا جماعة محتاج كهربا الفترة دي جدا ماينفعش الحقيقة ماينفعش كهربا لاعب مهم وعنصر مهم في النادي الاهلي النهاردة مرسي الكولر مستبعده من القيمة خالص مستبعد محمود كهربا من القيمة خالص وده اللي لازم الكابتن محمود الخطيب يتدخل لحل الازمة دي لان النادي الاهلي محتاج كل لاعب الفترة دي فعشان نكونوا منصفين ونكونوا كويسين مع بعض كده ان شاء الله فأزمة محمود كهربا لازم يكون لها حل لازم يكون لها حل ولازم يكون فيه تدخل من مجلس ادارة النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب لازم يتدخل لحل هذه الازمة لان النادي الاهلي الفترة اللي جاية دي تعالوا نعدلكوا كده الاهلي فاضله كام مباراة الاهلي فاضله الداخلية وطلاع الجيش وبرامدز وفيوتشر وهيلعب في الكاس مع الالمونيو برامدز تاني والمصري وسيراميقة والبنك الاهلي والمقاولين العرب تمام؟ واسموحة تمام كده؟ ونادي زد وامبي وهيختم مع فيوتشر يبقى كام مباراة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة واحدة في الكاس الدورة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر مباراة واحدة دوري واحدة كاس اصدق اربعتاشر مباراة في كام؟ في سبعة واربعين يوم اربعتاشر مباراة في سبعة واربعين يوم فلازم النادي الاهلي يكون عارف كده كويس ولازم مرسل كولر يكون عارف كده كويس اه انت المطش ده المطشي بتاعتلع الجيش ده انت كنت كويس واركبت المباراة ويعني الكرة خدمتك ان انت سجلت تلات اهداف في الشرط الاولان وكنت ممكن تسجل الرابع لكن لازم كولر يكون عارف ان هو محتاج كل لاعب لازم كريستو ياخد فرصة في الايام دي لازم كريم الدبيس ياخد فرصة في الايام دي انت محتاجهم بكل قوة انت محتاج الناس دي ومحتاج لكل لاعب في القايمة لان انت يعني يعني انت مش مستني حد يقولك ان اللاعب اللي هيقع منك مش طرف تعوضه الفترة دي وانت داخل على اثنين مباراة لبراميدز هما اللي هيحددوا من وجهة نظري هما اللي هيحددهم شكل بطولة الدور الممتاز من وجهة نظري هما اللي هيحددهم براميدز عنده 63 نقطة من 26 مباراة انت عندك 51 نقطة من 21 مباراة يعني انت فضلك خمس مباريات وتوصل لنفس عدد اللقاءات بتاع براميدز لو قلنا خمس مباريات في 3 ب 15 نقطة ونقطة يبقى 16 نقطة هتبقى فارق عن براميدز بتلت نقطة يعني الاهلي ما عندوش فرصة ان هو يخسر ولا بنت الايام اللي جاية ولا المباراة اللي جاية 1000 مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي وياريت تدعمونا بلايك للفيديو وباشتراك حلو في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار مننا في اول ما ننزل فيديو جديد ان شاء الله شكرا يا صديقي ان انت استكملت معايا الحلقة للنهاية استنونا ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته